مساء الخير ازاكوا جماعة عاملين ايه? دي اول حلقة ان شاء الله هيكون معي ضيف اه جاي هشرفنا المرة دي. ده صديق الاستاذ مؤمن عطار اه اتش ار في شركة كبيرة خاصة بالانشاءات. فأولا كان عنده شوية اسئلة خاصة بالبنوك والنهاردة هنتناقش كده مع بعض ومعاكم على الاسئلة دي. ويا ربي الحلقة تطلع مفيدة لكم ويتفيد كل الناس. وممكن في النهاية كمان نسألو احنا على الاتش ار وشغل الاتش ار بيمعمل ازاي لو حد حابب المجال ده. ازاي كموا من اي العبور? ازاي لو حزي الاسلام اخبارك ايه ا tutti? مساء الخير يا جماعة? ايه انا كان عندي اسئلة النهارده بطير بخصوص الجنوك ااااا كنت حابب environmental 피부 اااااااااا اول صالحية الس fot اسلام ااااااا من اول كده اطلب يعني حسنا نتكلم في طالب البلدي ويعاد عن الشغل الفرمن ويعني انا انا نحن نتكلم بطبيعتي وخلص يعني مش هي حاجة بخصوص الشغل بتاع البنوك يعني ايه متطلبات البنك يعني البنك يطلب ايه عشان يبدأ البنك ده يوافق على الموظف ده يعني ايه احتاجاته اه ايه احتاجات البنك للمهارات او او الخبرات اللي البنك بيحتاجها بخصوص مثلا الطالب اللي جاي يتقدم في الوظيفة طيب احنا بس هنفرق بين حاجتين البنوك الحكومية والبنوك الخاصة البنوك الحكومية اللي اشروطها يعني صعبة شوية بداية من التخرج باشترطه ان الخريج يكون خريج محاسبة او ده زم يكون خريج تجارة او اقتصاد وعروم اساسية حاجة متعلقة بشغل البنوك عشان يقدر يشتهل في البنوك اه غير كده اه بس هو في الجهة التانية في بقية المتطلبات لا بيحتاج ان هو بيقدر يشتغل على بشكل عام والانجليش يكون كويس البنوك الخاصة مش كده البنوك الخاصة ممكن بتقبل ناس من جامعات تانية او عفوا من كليات تانية غير التجارة بس والانجليش يكون كويس واحيانا بتتطلب حاجات اضافية ممكن تكون مثلا زي الكريدت كورس مثلا في مجال البنوك اللي هو كورس الاقتمان في حاجات زي ده بس لو شخص لسه داخل البنك وبنك خاص ممكن يدخل لو هو حتى خريج كلية تانية غير التجارة مفيش مشكلة ويكون بس الانجليش بتاعه كويس لان فيه وظيف في البنوك ما بتحتاجش ان الشخص يكون خريج تجارة طب انا عندي سؤال تعالي سألو حضرتك بالنسبة للكليات والمعهد الخاصة زي نظم المعلومات او او تجارة خارجية بالنسبة للكليات الخاصة يعني الاكاديميات والمعهد تقصد عندها فرصة انها تدخل البنوك او لا اه او يعني مثلا دي فرصتها بتكون اكبر او مثلا بالنسبة للتقديرات كمان يعني التقديرات حالية مهمة في الاختيارات بالنسبة للموظفيون طيب او مبدئيا كل البنوك بتحتاج الخارج يكون جيد ده ما يمنعش ان فيه مقبول برضو بقدر يدخل البنوك بس بنوك خاصة مش حكومي شرط البنوك الحكومية لخارجين المعهد ان هي تكون اه معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات ومش دايما بيبقى لها الاولوية يعني مثلا لو الهر اللي موجود في البنك قدامه شخص خارج تجارة انجليزي وخارج تجارة علبي والشخص التالت خارج معهد علق والثلاثة حديث التخرج تفتكن انت هيختار ايه هيختار اول اثنين لو هو مثلا الفرصة فيها اثنين هيختار اول اثنين مش هياخد بتاع المعهد لكن بتاع المعهد لو بدأ يشتغل على نفسه واشتغل في حكايات كتير تآهله فيما بعد لأسف برضو فرصة الجامعات الخاصة بتبقى ضعيفة او بالنسبة للبنوك يعني انا يعني دي تقربة شخصية يعني انا قدمت قبل كده كيزة بنك بخصوصا جمال الانجليش بتاع ضعيف برضو يعني فا يعني كنت ما ما يعني للأسف كنتش يعني برفضون على طول عشان اول بيشوفوا كده ان انا جامعة خاصة على طول على طول ما فرصة سعيدة لا هي هي البنوك الخاصة ممكن تقبل بس يعني انت بس لان عندك الجامعة الامريكية والجامعة الامنينية ما دي يكون لها جامعات خاصة هي لا اسمها في السوق في جامعات تانية خاصة كتير لا اسمها في السوق برضو بتقدر تدخل البنوك مفيش مشكلة بس اللي بتكون بنوك خاصة ويكون الشخص فعلا ان يستحق ان هما يستثمروا فيه بيكون السيفيه بتاعه قوي لانجليش بتاعه قوي بيقدر اشتغل على كذا برنامج وهكذا ويفضل طبعا يكون عنده خبرة تانية لان الخبرة دي اللي بتساعد ان هو يدخل. بياخدوه ساعتها بناءا على الخبرة اكتر من هو خريج ايه. نسبة للوظيف يعني هما بيختاروا ايه اكتر بالنسبة للادارة او محاسبة يعني الادارة ممكن اشتغلوا ايه في البنوك والنسبة للمحاسبين ايه الاقسام اللي ممكن اشتغلوا فيها في البنوك. لا هما في البداية في البنوك ما بيقسموش اصلا الناس هما بالنسبة له ده خريج تجارة. اه موضوع التخصص ده شيء يرجع لك انته هو ما بيبصش للقصة دي اوي. اه هو بيدخلوا حسب الحاجة يعني الناس دي بتدخل على الاقسام حسب الحاجة الاقسام لها. هو محتاج مثلا اتنين في الفارع واحد تيلر واحد 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 هيعود على الخزنة واحد في الخدمة العملة ما فيش مشكلة. هيتعامل معه بالشكل ده. لكن موضوع هو تخصص ايه مش تفرق كتير. حتى لو تخصص تأمين. لو اقتصاد مش هتفرق كتير.